موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لماذا ينحرف الملتزم سؤال في غاية الروع والجمال بعض الناس نراهم ما شاء الله في قمة العبادة والزهد والورع والأخلاق والمعاملات والسلوكيات وفجأة ينحرف هذا الإنسان ويترك الالتزام بالكلية إيه السبب في كده؟ هناك أربع أسباب بس بعدما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم رقم واحد عدم الاستعانة بالله سبحانه وتعالى إن ربنا يثبته على الطاعة وعلى الهداية لأن الإنسان خذوا بالكم من حاجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله كون إن ربنا من عليك بنعمة الالتزام أو ربنا من عليك بنعمة الالتزام ده الحد ذاته مش كفاية يعني إن انت كمان وانت كمان لازم تسألوا ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يثبت قلوبكم على الطاعة وعلى الالتزام وإلا فقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب أطهر قلب على وجه الأرض كان أكثر دعاء النبي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكان من دعاء الصالحين كما أورد ذلك المولى عز وجل في كتابي إنهم كانوا بيدعوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يبقى إذن الإنسان لابد يلجأ لربنا ويستعين بربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يثبت قلبه على الطاعة وعلى الإيمان وعلى التوحيد يبقى أول حاجة اللي بتخلي الملتزم ينحرف إنه هو لم يستعن بالله إن ربنا يثبت قلبه على الطاعة الحاجة رقم اتنين عدم شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الالتزام أنت ربنا أكرمك واصطفاك وجعلك إنسانا ما شاء الله طائعا لله سبحانه وتعالى مبتعدا عن معصية الله متجنب لحرمات الله لا تفعل أي شيء يغضب ربنا ما بقولش أن أنت معصوم محدش معصوم لكن حتى لو وقعت في زم بتتوب إلى الله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى فأنت لابد أن تشكر ربنا على النعمة دية قال جل وعلا لإن شكرتم لأزيدنكم فإذن الإنسان لابد أن يشكر المولى عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بنعمة الهداية والله لو لله ما اتدين ولا تصدقنا ولا صلينا الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدان الله تشكر ربنا وتعترف لربنا بإن سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليك بتلك النعمة العظيمة رقم ثلاثة البعد عن الصحبة الصالحة ومرافقة قرناء السوء ده من أسباب الانتكاس ومن أسباب إن ينحرف الملتزم عيازا بالله لإن الصحبة الصالحة بتعينك على طاعة ربنا الصاحب ساحب إما أن يأخذ بيديك إلى مرضات الله وإما أن يأخذ بيديك إلى معصية الله سبحانه وتعالى ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تغييه وقال صلى الله عليه وسلم الرجل على ديني خاليلي يعني صاحبي فلينظر أحدكم من يخالل أي من يصاحب يبقى إذن لابد أن تختار الصحبة الطيبة اللي تعينك على طاعة ربنا وتأخذ بيديك إلى مرضات الله وتبعدك عن معصية الله سبحانه وتعالى رقم أربعة ودي الأخيرة السخرية من واحد غير ملتزم إنه ممكن أن تكون ملتزم فتسخر وتستهزئ بواحد ما يكونش ملتزم أو واحد واقع في معصية أو يبقى عندك غرور الطاعة أنت شايف نفسك ما شاء الله أنت اللي بتصلي الفجر وأنت اللي بتعمل كذا وأنت اللي بتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيحصل لك نوع من غرور الطاعة وده من أسوأ الأشياء العجب ده في حد ذاته مصيبة كبيرة جدا ربنا عافينا عافيكم يا رب العالمين الإنسان ممكن يكون عاصي وحاسس أنه هو على معصية وعنده كسرة كده جواه ممكن الكسرة دي تكون سبب أنه بفضل الله يتوب بأحسن مننا ألف مرة وممكن يكون إنسان طائع لكن عنده عجب وكبر وكم رأينا عيازا بالله من بعض الناس أنه عشان هو مطيع لله عنده كبر واستعلاء وعنده غرورة عجيب جدا أنه حاسس أنه أحسن من الدنيا كلها اللي حواليه لأ ده أنت كل لما زددت طاعة تزداد يعني توضعا لله سبحانه وتعالى وتزداد انكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى وهكذا كان يفعل الحبيب المصطفى ما تصلى عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل حتى تتورم قدمه فتقول له أمنا عائشة رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فكان يقول أفلا أكون عبدا شكورا اللهم صل وسلم وبارك على سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم يبقى ممكن أن تكون ملتزم فتسخر من واحد غير ملتزم فيكون ذلك سببا في انتكاستك أنت بل ويتوب اللي مش ملتزم يبقى أحسن منك أنت كملتزم وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا واحد مذنب والتاني مجتهد فكان المجتهد دعوته أسية جدا كان غليز القلب عيازا بالله فكان كلما يمر عليه كله أقصر يليقى على مصيره أقصر طب أقصر دي طريق الدعوة لنت المفروض لما تدعو واحد عاصي تتألف قلبه وتتسم في وجهه وتعبله مع عملة طيبة ثم تذكره بالله إنما توقف كده باستعلاء وكأنك انت المطيع وهو العاصي كأنك انت العالم وهو الجاهل لغة الاستعلاء دي ما تكونش سبب في هداية الناس أبدا فكان يكون له أقصر فالتاني يقول له خليني وربي أبو عثت علي رقيبا هب لك بقى رأو الحديث ده أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه أبو هريرة لما رأو هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم إن الراجل بقى المطيع دوت في يوم من الأيام عد على الرجل العاصي ده فلأعرى معصية فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة يقول أبو هريرة رضي الله عنه رأو الحديث لقد قال الرجل كلمة أو بقت عليه دنياه آخرته فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ده الطائع والعاصي اللي اتنين ماتوا فبعث بين يدي الله يوم القيامة بل الحديث ده بيحكيه لك عن حدث حصل في بني إسرائيل تمام وتكملة الحديث هيحصل يوم القيامة وده من بعض الغيبيات التي أطلع الله نبيه عليها صلى الله عليه وسلم فالمهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات بوعث بين يدي الله يوم القيامة فقال جل وعلا للمشتهد اللي كان عنده عجبدة اللي كان عنده غلزة وشدة قال أكنت بي عالما أنت كنت عارف أننا هدخله همنعه من دخول الجنة وإن أنا مش أغفر له أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا قال للملائكة اذهبوا به إلى النار بمين؟ بالطائع اللي كان عنده عجب اللي كان عنده استعلاء اللي كان بيأس الناس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ثم قال للعاصي اذهبوا به إلى الجنة لأنه أصلا كان عنده كسرة كان عنده زل وانكسار بين يدي الله وكان جواه خير وكان عايز يتوب إلى الله ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ولعله تاب لكن لم يذكر ذلك يخبر بلك يبقى إذن الإنسان ممكن ينتكس بسبب سخريته من إنسان عاصي عشان كده إياك أن تصخر من إنسان عاصي إياك أن تستهزئ بالعصاء ولكن نحن لا نكره العصاء ولكن نكره المعاصي فإن تركوها فهم إخواننا وأحبابنا يبقى أنا ما بكرهش العاصي لأنه بيعصى ربنا أنا بكره المعصية اللي هو بيعملها أنا بنظر إليه نظرة إشفاق ونظرة خوف عليه إن أنا خايف عليه أن يخش النار أو يختم له بهذا العمل السيء وبتمنى له الهداية وبتمنى له الجنة أسعى الله أن يملأ قلوبنا رحمة لكل الكون من حولنا وأن يرزقني وإياكم الثبات على الإيمان والتوحيد حتى نلقاه سبحانه وتعالى وحتى يجمعنا بالحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك أو إعجاب ودوس على كلمة الاشتراك أو سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة والدعمنا وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنوي وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان يستطيع